مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو التعليمي لبرنامج الفوتوشوب سنتطرق من خلال هذا الفيديو لطريقة عمل تأثير الإضاءة المزدوجة في الفوتوشوب إذا في الأول تقوم بفتح الصورة لمراض التعديل عليها رابط تحميل هذه الصورة في وصف الفيديو إذا نقوم بالتغط على كنترول جي للعمل على طبقة منسوخة ثم نقوم بتحديد أداة الكروب تول ثم نقوم بالتعديل على القياسات كنترول صفر بعد ذلك سنختار الأجسمنت ثم غريديينت أداة التدرج نضع في الإنجل صفر ثم نضغط على غريديينت هنا سنختار اللون الأزرق نختار مثل هذا اللون وهذا اللون الأسود سنعطيه في اللوكيشن 22 واللون الأبيض سنعطيه 58 وهذه النقطة الارتكاز سنعطيها 70 ثم نضغط على أوكي بهذا الشكل بعد ذلك الضغط على كنترول جي لنسخ الطبقة نضغط دابلي كيت للاقة هكذا في الإنجل ناقص 180 وفي غريديينت سنضع هذا اللون ثم الضغط على أوكي ثم أوكي ثم أوكي ثم أوكي أيضا نفس الشيء لهذه الطبقة بعد ذلك سنقوم بنسخ الطبقتين سنقوم بنسخ الطبقة كنترول جي ونغير البلندي مود إلى صوفت لايت ونقوم بعمل فقط 40 فئة في الأوباسيتي أيضا نفس الشيء لهذه الطبقة سنقوم بنسخه عن طريق كنترول جي ثم نغير البلندي مود إلى صوفت لايت ونضع أربعة في المئة من الأوباسيتي الآن نأتي إلى أدجسمنت ثم كيرث بعد ذلك ستقوم بتصحيح الأنوان بهذه الطريقة يعني على حسب الصور إذن في الأخير تعطينا هذه النتجة الآن سنقوم بجميع الطبقات ثم نضغط على كنترول جي أو الضغط من هنا بهذا الشكل سنسمي Edit بعد ذلك لنلاحظ الفرق ولاحظوا معي هذا التأثير الرائع وهو تأثير الإضاءة المزدوجة إلى اللقاء في فيديو آخر